السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشوان صوروبان لتعلم الحساب الدهني في هذا الفيديو سأحاول أن أجيب على سؤال مهم جدا طرح عليه أكثر من مرة في التعليقات وهو كيف أتمكن من الحساب بالسرعة سواء باستعمال معداد الخيال أو الأصابع يعني بطرق ثلاثة التي تطرقنا إليها أو شرحناها في الفيديوهات السابقة الجواب بسيط جدا هي هو التدريب بشكل مستمر أقولها وأعيدها التدرب ثم التدرب ثم التدرب لكي تصلوا إلى مستويات جد عالية لا بد من الالتزام بالتدريب بشكل مستمر يعني عندما ستلاحظون أنه في الفيديوهات السابقة سيسات هيا نتدرب خاصة في الوحدات في العمليات البسيطة كنت أنزل لكم التوقيت بين عدد وعدد يعني هيا نتدرب ثلاثة ثواني ثانيتين ونصف ثانية فاصلة اثنان حتى وصلنا إلى ثانية يعني الهدف من هذه الفيديوهات ولو أنها فيديوهات مصغرة في كل فيديو وفيديو يعني تضاف السرعة وهذا هو السر لكي تصلوا إلى مستويات جد عالية هو التدريب وفي كل مرحلة يعني نحاول أن نقوم بـ 25 إلى 30 محاولة صحيحة وبعدها نضيف السرعة شيئا فشيئا يعني هنا في العمليات البسيطة كنت فقط أحاول أن أنزل لكم فيديوهات مصغرة الهدف منها هو التدكير يعني الهدف من هذه الفيديوهات أو من سلسلة هيا نتدرب ككل هي التدكير والتدرب بشكل مستمر وإن شاء الله سنقوم بفيديوهات في القناة إن شاء الله مستقبلا في مستوى الجمع كامل يعني أن نقوم بإنجاز عملية حسابها باستعمال جميع القواعد يعني أي عملية يمكنكم إنجازها وسنخطو خطوة خطوة حتى نسلم إلى السرعة وإلى مستويات جد عالية إن شاء الله وأترككم مع بقية الفيديو ستجدون تطبيقات في آخر هذا الفيديو أتمنى أن تعملوا عليها وأن تتركوا لي إجابتكم في التعليقات فهذا يشجعنا كثيرا على تشجيل هذه الأنواع من الفيديو والهدف منها كما ذكرت هو أن تشجيع وأن تصلوا إلى السرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة